المطاعم الخضراء ظاهرة آخذة في التنامي داخل الولايات المتحدة وينجذب إليها الأمريكيون من مختلف الأعمار والأوساط ومن المشاهد المألوفة وقت الظاهرة من كل يوم بل المواطنين على هذه المطاعم من أجل حصول على وجبة صحية مكوناتها من العناصر الطبيعية مجرد غذاء طبيعي صحي للغاية وهو بالنسبة لي أيضا مذاقه جيد لقد تعودت على ذلك وهذا شيء رائع عدد المطاعم المعتمدة رسميا من وزارة الصحة الأمريكية بأنها مطاعم خضراء هي خمسة مطاعم فقط على مستوى الولايات المتحدة والعدد القليل يعود إلى الإجراءات القاسية المتبعة والتفتيش الدوري الضقيق على هذه المطاعم وعلى كافة الأطعم المقدمة للتأكد من أنها طبيعية ولا تحمل مكونات كيموية وعلى صاحب المطعم أن يقدم أيضا مستندات يثبت من خلالها من أين تحصل على مكونات الغذاء الذي يقوم بطههه يوميا للزبائن وشرحت لي صاحبة أحد هذه المطاعم كيف أن رواد مطعمها يسألونها عن كل صنف ويطالبونها بوضع التفاصيل بجانب اسم الوجبة في قائمة الأطعمة حتى يتسنى الاختيار لهم وهم يعلمون ماذا سيأكلون وبالطبع كم سيدفعون مطعمي هو الوحيد المعتمد في منطقة واشنطن العاصمة وهناك خمسة مطاعم فقط على مستوى الولايات المتحدة كلنا نعلم أن نسبة السمنة عالية عند الأمريكيين وهناك الملايين ممن يعانون من أمراض مختلفة فكان من الطبيعية أن يلجأ هؤلاء إلى المكونات الطبيعية التي تحمي أجسادهم هناك مشكلة تكمن في توفر الأطعمة في غير موسمها وهذا يجلب مشاكل صحية عديدة هنا الأمر يختلف نحن نوفر فقط طعاما طبيعيا صحيا لقد أخذنا ذلك على عاتقنا كأسرة الأمر لا يقتصر فقط عند تناول الأطعمة الطبيعية في المطاعم وإنما يقول هذا الشاب أنه أيضا عندما يريد شراء طعام للبيت يذهب إلى المتاجر التي تبيع الغذاء الطبيعي وإنه رأى أن الأمر منتشر الآن في الولايات المتحدة أنا من المشجعين الماكولات الطبيعية والطازجة وكذلك من المهتمين بشرائها أيضا من المتاجر المعروفة بأن لديها هذه النوعية من الأطعمة إذا معرفنا فوائد ذلك فالقرار قطعا سيكون صائبا شيء جميل أن تشعر بأنك طبيعي تأكل بشكل صحيح المطاعم صديقة البيئة يسميها الأمريكيون بالمطاعم الخضراء وهي ظاهرة آخذة في التنامي داخل الولايات المتحدة الأمريكية خالد خيري الحرة واشنطن